اشتركوا في القناة ولا على العباسيين وانما الامام الصادق وطد اركان العلم استغل هذه الفترة ضعف الامويين والعباسيين والقتال بينهما ونشر علم الرسول صلى الله عليه وآله الذي تلقاه عن ابائه فالمهدي العباسي رات يشوف الامام الكاظم هل هو يتخذ سياسة والده او لا يريد يثور ثورة مسلحة مثلا فاستدعى الامام الكاظم الى بغداد طبعا في الكلام بينهما حدث كلام كثير من جملة الكلام ان المهدي العباسي قال الامام الكاظم انه يريد يرجع فدك شنو حدود فدك الامام قال انت ما ترجع فدك اذا بيّنت لك حدوده قال لا انا ارجع الامام قال حد من حدوده في اليمن حد من حدوده سيف الباحر حد من حدوده خراسان حد من حدوده كذا يعني كل الدولة الاسلامية قال يعني المقصود الامام ان قضية فدك مو انه قضية ارض مملوكة مزروعة بنخيل غصبت لا القضية قضية اكبر صحيح فدك هي ملك الزهراء ورسول الله صلى الله عليه وآله نحلها بامر من الله سبحانه وتعالى وآت ذا القربة حقه فكان فدك فكانت فدك ملكا لفاطمة لكن مطالبتها لفدك مو فقط مطالبة لملك شخصي لا في الواقع كان هذا قضية للمطالبة بالخلافة فالامام يبين له ان فدك مو قضية قضية ملك شخصي قضية خلافة المهدي قال سأنظر في ذلك وطبعا ما رجعه بين قوسين نذكر ان قضية فدك قضية عجيبة جدا رسول الله صلى الله عليه وآله أهداها ونحلها لفاطمة بأمر من الله فلما التحق رسول الله بالرفيق الأعلى أبو بكر صادر فدك بعد أبي بكر عمر أرجع فدك طبعا ارجاع ناقص هذا في كتاب مسلم يبين تفصيله أرجعه بيد أمير المؤمنين والعباس عم النبي ومو أرجعه بعنوان ملك لهما وإنما أرجعه ليكون تحت إشرافهما فلما ملك عثمان صادر فدك مرة ثانية أمير المؤمنين عليه الصلاة والسلام لما استلم السلطة ما أرجع فدك لأن صاحب الحق يقدر أنه ليه طالب بحقه أنت غاصبين دارك ما تطالب بحقك حتى لو عندك السلطة وتتمكن من إرجاع ذلك لك حق أمير المؤمنين ما كان يريد الذين يعارضونه يتخذون ذلك ذريعة في التهريج أنه بس ما وصل للسلطة صادر الأراضي لصالح نفسه قضيته كانت أكبر من ذلك كما ذكرنا أن فدك كانت لها قضية طريقية إضافة إلى موضوعيتها فلما ملك عمر ابن عبد العزيز أرجع فدك لما مات عمر ابن عبد العزيز صدرت فدك مرة ثانية أو مرة ثالثة أو مرة رابعة فلما استلم السفاح أرجع فدك فلما تسلط المنصور صادر فدك فلما استلم المأمون أرجع فدك فلما مات المأمون صدرت فدك وهكذا أرجعت صدرت أرجعت صدرت المهدي العباسي كان يريد رجع فدك لكن لما نشاف أن الإمام الكاظم حدد حدود فدك بالحدود الدولة الإسلامية تراجع عن قراره ولم يبطش بالإمام الكاظم عليه الصلاة والسلام ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر